في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، أعلنت وزارة خارجية النظام السوري عن افتتاح أول قنصلية لها داخل الأراضي السورية في خطوة عجز المراقبون عن تفسيرها. وذكرت وكالة سانا التابعة للنظام أنه افتتح في محافظة الحسكة الأحد الفائت مكتب قنصلي تابع لوزارة الخارجية والمغتربين بغية تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين. ونقلت الوكالة عن مدير المكتب القنصلي بوزارة الخارجية عبد المولى النقري قوله إن افتتاح المكتب يأتي بهدف الوصول إلى كل مواطن في الأراضي السورية. ولفت المولى إلى أن الوثائق الصادرة عن المكتب ستكتسب الصفة القانونية والسيادية داخل وخارج سوريا. من جانبه بيان مدير المكتب القنصلي في المنطقة الشرقية أو القنصل رائد لحدو أنه تم تجهيز المكتب في مقر مديرية البريد بمركز المدينة وتزويده بمستلزمات العمل الضرورية إضافة إلى تأمين الكوادر الوظيفية والإدارية والذين تم تأهيلهم من خلال دورات تدريبية على الأعمال القنصلية في وزارة الخارجية. ترجمة نانسي قنقر